بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الرابع والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين نواصل الكلام على ما يظهر لنا من أحكام في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية إلى قوله تعالى فلم تجد له سبيلا قلنا في آخر الحلقة السابقة إنه يوخذ من قوله والله أركسهم بما كسبوا مسألة عظيمة وهي مسألة القضاء والقدر وأفعال العباد فإن هذا هذه المسألة ظلت بسببها أفهام وزلت بها أقدام فلا شك أن الله جل وعلا هو الذي قدر المقادير فلا يجري في هذا الكون من كفر أو إيمان أو خير أو شر أو موت أو حياة أو غير ذلك من الأمور فإنما هو بقضاء الله وقدره لا يكون في ملكه سبحانه وتعالى ما لا يريد ولكن هذه الأفعال أو هذه الوقائع التي فيها ضرر على الناس أو على الأفراد هذه إنما هي بسبب أعمال بني آدم قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فالسبب من عندنا والقدر من عند الله والقدر عقوبة من الله جل وعلا لمن تعاطى أسباب لمن تعاطى أسباب المصائب والنكبات وفي هذا رد على طائفتين ظالتين طائفة الجبرية الذين يقولون الذين يغلون في إثبات أفعال الله وينفون أفعال العباد ويجعلون العبد مجرد محرك كالآلة ليس له فعل والله يعاقبه على فعل على فعل الله سبحانه وتعالى وهذا غاية الظلم والتنقص لله عز وجل ولهذا يسمون بالجبرية لأنهم يقولون إن العبد مجبور على أفعاله ليس له اختيار والطائفة الثانية القدرية الذين غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا قدر الله جل وعلا وقالوا إن العباد فعلون أفعالهم استقلالا ولم تقدر من الله جل وعلا وهذا هو قول المجوس الذين يثبتون خالقين مع الله وهؤلاء يثبتوا خالقين متعددين مع الله ولذلك سموا مجوس هذه الأمة أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا قالوا إن الله جل وعلا قدر كل شيء من الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية لا يكون في ملكه ما لا يريد لكن الحسنة سببها من عند العبد والسيئة سببها من عند العبد فالله جل وعلا يجازي الناس على أعمالهم ولا يظلم أحد والعبد له مشيئة وله إرادة وله اختيار فإذا فعل بمشيئته وإرادته واختياره نال الشواب والجزاء على فعله لا على تقدير الله سبحانه وتعالى ولذلك الذي ليس له مشيئة ولا اختيار كالمكره والمجنون والصغير إذا فعل شيئا فإنه لا يؤاخذ أو الناس لا يؤاخذ لأنه ليس له اختيار وليس له إرادة ومشيئة فلا يؤاخذ قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال قال عليه الصلاة والسلام عفيا لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه فهذه مسألة عظيمة من مسائل العقيدة ويوخذ من هذه الآيات أن الله يجاز العبد بفعله ولا يظلمه سبحانه وتعالى فهو يجاز المسيئ بإساءته ويجاز المحسن بإحسانه لكنه جزاؤه للمسيئ عدل بحيث أنه لا يجازيه على غير عمله وجزاؤه للمحسن فضل من الله بأن الله يزيده ويضاعف له الحسنة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها من جاء بالحسنة فله حشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون يوخذ من هذه الآيات أن من أراد الله إضلاله بسبب أفعاله القبيحة فلن يهديه أحد فيوخذ منها أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ونحن ما علينا إلا البلاغ والدعوة إلى الله سبحانه كما قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ومع ذلك قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني تدل وترشد وتدعو وقال إن عليك إلا البلاغ قال جل وعلا إنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فالهداية هداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى ولهذا قال لا اكراها في الدين فأنت لا تجبر أحدا على أن يسلم لأن الإسلام من هداية القلوب وهذا لا يملكه إلا الله لكن عليك بالدعوة إلى الله وإذا اقتضى الأمر الجهاد لكف شره ومنع كفره عن الناس فإنه يجب الجهاد ويوخذ من هذه الآيات أن من أضل الله فلا مطمع في هدايته فلا مطمع في هدايته أبدا ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يقول عمه عند الوفاة لا إله إلا الله من أجل أن يخلصه من عذاب الآخرة بهذه الكلمة فلما أبا يقولها حمية لدين آبائه وقال هو على ملة عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك أنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وقال في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فنحن لا ندعو الناس أو نجاهدهم لأجل أن ندخل الإيمان في قلوبهم هذا بيد الله هذا بيد الله وإنما ندعوهم ونجاهدهم ندعوهم لعلهم يقبلون الخير ونبين لهم إن كان عندهم شبهات ونرد ما كان عندهم من شبه فهذا هو القصد ونجاهدهم لكف الكفر لكف الكفر لألا يتمدد في الأرض ولأن هؤلاء يصدون عن دين الله عز وجل ويتسلطون على العباد يمنعون من أراد الإسلام أن يسلم أو إذا أسلم فإنهم يضايقونه وقد يقتلونه فهم يجاهدون من أجل ذلك لا من أجل هداية قلوبهم ويوخذ من هذه الآيات أن الاهتداء والضلال يحصلان بسبب من العبد وذلك إذا حرص العبد على الخير ومعرفة الحق والعمل به يسر الله له ذلك وإذا أعرض عن الحق ولم يقبل الدعوة ولم يقبل الإرشاد يسره الله للضلال كما قال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره للعسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة فدل على أن فعل السبب من قبل العبد وأن حصول النتيجة هي من قبل الله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره وهو الحكيم الخبير الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها فلا يضع الهداية في من لا يستحقها ولا يضع الظلال في من لا يستحقه والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين